أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وكيل شؤون البلديات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن تطوير منظومة العمل الحكومي والدفع بعجلة التنمية والاززهار بالمملكة يأتي من خلال التعزيز والارتقاء بمستوى القدرات والمهارات لقيادات القطاع الحكومية وأشار وكيل شؤون البلديات إلى أن خلق ثقافة التغيير والإبداع للارتقاء بمستوى الأداء في القطاع العام من شأنه أن يسهم بصورة مباشرة في رفع مستوى الانتاج والعمل جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة لشؤون البلديات مع 94 موظفا بمناسبة إنهائهم البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية لعام 2021 في مختلف المستويات مشيدا بتوجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالعمل على تهيئة كل الظروف المناسبة للموظفين من أجل سقل وتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم في مجال العمل الحكومي ترجمة نانسي قنقر